قبل من نروح الحقيقة لمباراتنا ونتناولها تحليليا بنحب نبارك أكيد لجمهور النادي الأهلي الفوز نبارح لأوكلان سيتي بنتيجة 3-0 نبارك لنادي الأهلي الفوز وكمان نبارك للنادي الأهلي كمان الأداء الرائع اللي كان عليه الفريق نبارح كل شيء كان حلو وكان الحقيقة مباراة جميلة وكانت ليلة جميلة جدا بنبارك لجمهور النادي الأهلي بنبارك للمجلس ودارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب ومنبارك أيضا للعبين جهاز فني ولعبين وجهاز إداري وطبي وكل شيء مبارك حقيقة كانت مباراة مهمة ولكن خلاص احنا تمونا صفحة هذه المباراة بنستعد إن شاء الله لسياتل أو فريق الأمريكي اللي هل لعبه يوم السبت إن شاء الله ما فيش وقت للراحة النهاردة الفريق بنطمنكم مع البعثة بقيادة الكابتن محمود الخطيب البعثة يعني جيدة وتمرانه النهاردة ما فيش راحة لأن انت عندك يومين فقط خميس وجمعة قبل مباراة دور التمانية مع الفريق الأمريكي نتمنى إن شاء الله الفوز عشان نسعد لقبل النهائي ودايما النادي الأهلي بيكون في المواقع الكبرى نادي الأهلي دايما معشوق مش بس جماهيره داخل مصر ولكن أصبح جماهية نادي أهلي طاغية في كل مكان في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وشفنا مبارح ده في أرض الملعب وشفنا كمان من التعليق على المباراة في كل مكان النادي الأهلي أصبح له شعبية جارفة شاء من شاء وأبى من أبى النادي الأهلي هنا أكبر نادي في المنطقة ونقول الكلام ده وإحنا يعني 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 متطمنين وشايفين ده يعني زي ما بيقوله رأي العين إنه النادي الأهلي مبارح ملعب ملعب النهاردة بنلعب في دولة عربية شقيقة المغرب والملعب كله بيشجع النادي الأهلي في الوقت النادي الأهلي منافس كبير للأندية المغربية ولكن النادي الأهلي يعني الحقيقة يعني كتب خلاص يعني اسمه من دهب في كل مكان ونسر الأهلي بيحلق في العالم كله رافع عالم مصر وخير ممثل لمصر حاجة النادي الأهلي